مرحبا بكم من جديد في قناتكم كريبتو.بنتليمان قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية الربح منها ومتخصصة في إدارة المحافظة الـ VIP عن بعد وإزاي إن إحنا نقدر نوقف نزيف المحفظة الخاصة بتاعتك بدون ما ناخد منك باسورد بدون ما نعمل ربط للمحفظة بدون أي معلومات كاملة عن حساباتك فقط لو محفظتك أكبر من 8000 USDT عندك أي نزيف في المحفظة ما تترددش إنك تاخد الرقم من صندوق الوصف تتواصل معنا عن طريق الواتس عشان تقدر توقف نزيف محفظتك ونقدر نفيدك عن طريق الستيكنج اللي بيقدر يجيب لك من رأس المال شهريا من قيمة 5 لـ 10 لـ 25% حسب تنوع المنصة تقدر تخش اكتتابات بتقدر توصل لـ 10x و 50x أيضا وفي نفس الوقت بيكون معاك دعم دائم متوفر بالمحفظة الخاصة بتاعتك فلو محفظتك أكبر من 8000 USDT تقدر تتواصل معنا بيكون طريقة الاشتراك عن تزديد 3000 USDT بتدفع مقدما وبيكون تقسيم الربح 40% لـ 60% 40% من الربح لنا و60% للمحفظة اللي بيكون مشتركة معنا أما لو محفظتك أقل من الرقم ده فتقدر تاخد من صندوق الوصفة أيضا اللينك الخاص بقناة التليجرام المجانية اللي بنقدم فيها مدربات تقدر تساعدك إنك تحقق أرباح المدربات بيكون مجانية تعالوا النهاردة نشوف الحلقة المهمة اللي هنتكلم فيها بإذن الله وبنرحب ب7630 مشترك في القناة دون دعمهم ونتمنى إنك تكون مشترك في القناة وتفعل الجرس لو حضرتك جديد النهاردة حلقة مهمة فينجين القهوة الورقة والقلم تركز معي انتظرونا بعد الفاصل نرجعنا لكم من جديد عشان نشوف أحوال السوق إيه أخبارها ونتكلم على البيتكوين فهنشوف إن السوق دلوقتي موجود في تريليون 825 مليار دولار 135 مليون 574 ألف دولار التعاملات اليومية ب84 مليار 498 مليون 515 ألف دولار الاستحواز الخاص بالبيتكوين بيزيد ويقرب من 43% أما بالنسبة للإيثيريوم فيوجد فيه هبوط وبنسبة 17.87% عدد العملات 17985 عملة هل البيتكوين بينهار؟ هل البيتكوين نرجع تاني لل37 ألف؟ أم إنه يرتكز على ال41 عشان نقدر نوصل لكسر الخمسين ونبدأ في ارتفاعات مهمة؟ تعالوا مع بعض نشوف البيتكوين إيه القصة بتاعته وإيه اللي بيحصل فيه طيب إحنا كده وقفين على شرط البيتكوين وقفين من أول شمعة آه خالص بتاريخ 27 فبراير 2022 الشمعة دي أول شمعة شفناها تمام كده بعد كده بدأت إنها تاخدنا وتتجي فيه اتجاه مختلف في الصعود إحنا قفين على الشمعة الأربع ساعات طيب الشمعة دي بنسميها الدوجي تمام؟ وهي شمعة مغيرة في اتجاهات كتير في السوق وفي اتجاه العملة من بعدها جلنا شمعة أيضا نقدر نقول عليها يعني هنقول عليها المطرقة المقلوبة فبرضو ادتنا اتجاه جيد في السوق وعلى أساسه خدنا السعود القوي اللي احنا وصلنا فيه وقدرنا نكتاز الاربعين الاتين واربعين وبدأنا نخبط فيه الخمسة واربعين الخمسة واربعين احنا وصلنا لها مرتين حاولنا نعمل اجتياز بس ما قدرناش وعلى أساسه بدأنا نرجع تاني نختبر منطقة ارتكاز الواحد واربعين ألف طبع حاولنا نرتكز على الاتين واربعين ما قدرناش فنزلنا على الواحد واربعين بيهمني حاجة مهمة جدا في الواحد واربعين ايه هي؟ تعالوا ناخد الساعة ونبص شوية على الشرط لو شايفين الشرطة دي تهمني قوي اهي الشرطة دي اربعة ثلاثة عشرين اتنين وعشرين بالطبع الساعة اربعة صباحا يعني توقيت جيرنيتش بنتكلم أقل تلس ساعات واحدة صباحا بتوقيت جيرنيتش بالضبط كل حسب الدولة بتاعته حصل هبوط زي ما احنا شايفين الهبوط ده مجرد نلمس الواحد واربعين الف اوتوماتيك شايفين الرافع عد ايه في الشامعة تمام كل ده شراجة اذا انا عندي خط الواحد واربعين خط ده عم كويس جدا ولازال السعر يبيترنح عليه حتى الان المفروض ان احنا من الارتكاز ده ناخد صعود بعد كده جيد بازن الله ما فيش حاجة اسمها البيتكوين نهار او الكلام الفاضي ده واحنا كان عندنا امل ان هيكمل اه يعني في صعود قوي احنا خدناه من السبعة وتلاتين للخمسة واربعين ده رقم حلو قوي كبير جدا فلازم شيء طبيعي يكون عندنا ناحية عرضية واحنا حقيقي حققنا ناحية العرضية ده الفترة كبيرة احيي زي ما تشايفين بالضبط كده الشرط يعني بتكلم حتى لو انت مبتدئ هتبقى عارف انت عايز توصل لي ايه خدنا اتجاه العرضي خلال اتجاه العرضي اختبرنا مرتين للخمسة واربعين يتضح ان في ناس بتبيع كتير بنسميهم الدببة الدببة يعني هم دول اللي مسكين السوق وعايزين السوق ينزل ولكن استمرت المصارعة القوية ما بين الدببة والسيران فالسيران لازالت متمسكة عند الواحد واربعين هل هتظل السيران قادرة ان كلما الدببة هتحاول تنزل السعر لتحت الواحد واربعين تقدر هي تشتري وترفع السعر هل الدببة هنشوفها هي اللي اقوى وهتنزل السعر اقل واقل ولا السيران هي اللي هتقدر تزوق السعر ونبقى قادرين ان احنا نختبر هذه المنطقة بشكل قوي وفجأة هتلاقي فيه بومب كبير البومب ده بيكسر للخمسة واربعين ويوصل للتمانية واربعين وكمان للخمسين الف باذن الله ده الاتجاه اللي انا شايفه قدامي فيه شرط البيتكوين وبالطبع هنشوف الاحداث احنا مش بعيد عن احداث لازالت الامور متأزمة بعض الشيء ولكن باذن الله اللي انا يعني المعلومات اللي احنا وصل لنا لغاية النهاردة بعد الاجتماع اللي حصل امس ما بين القوات الروسية فشايفين ان الاتجاه متجه الى الاتجاه يعني الفرض السلام فتح ممرات امنة حاجات كتير كده موجودة حلوة يعني كويسة واخبار طيبة فباذن الله انا شايف ان الامور هتقدر تدفعنا اني نعدي ونطلع باذن الله البيتكوين قوي تمركوز قوي انصح انك لازم تتعلم الشموع هنحاول نعمل استفتاء لو الناس محتاجة تعرف ايه الشموع هنقدر نعمل لها كذا حلقة ولكن انا بشوف دايما ان المحتوى التعليمي محدش بيهتم بيه فكل مهتم ان العملة ايه اللي هتوصل للعشرين دولار والتلاتين دولار والالف دولار والعملة اللي كلها صفار هتبقى بملايين انما لما تيجي تتكلم في اتجاه علمي مش شايف ان الناس مهتمية بيه قوي فنعمل استفتاء لو اردتم نقدر نعمل شرح اكتر من سلسلة واربعة تلات حلقات على الاقل عشان نقدر نشرح كافة الشموع اللي موجودة ايه هي الشموع وايه هي يعني الاتجاهات اللي المفروض نقدر من خلالها نحقق ارباح جيدة ونقرأ السوق وباذن الله ما يكونش عندنا اي خسارة دمتم في رعاية الله وامنه كنتم مع قناتكم كريبتو بنتلي ايمان قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وادارة المحافظة البي اي بي عن بعض ونتمنى لكم بكل التوفيق جمعة مباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كريبتو دوت نيب بيتانم عالم كنحل احتراف العملات الرقمية